اشتركوا في القناة القوة العراقية تنجح في تحرير بوابة تكريت الجنوبية اهلا بكم من جديد في الشأن الوطني اكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية امس عقب اعمال شغب قام بها شباب رافضون لعمليات استكشاف الغاز الصخري بمدينة عين صالح والتي اصفرت عن اصابة اربعين شرطيا بجروح متفاوتة وحرق مقر دائرة مؤكدة ان قناوة الحوار مفتوحة وستبقى دوما مفتوحة في الموضوع حسب بيان للوزارة وبحسب البيان دائما فان وزارة الداخلية والجماعات المحلية ويتعرب عن اسفها الشديد من الاحداث التي عرفتها مدينة عين صالح تدعو الجميع الى الحكمة والتعقل والتحلي بروح المسئولية وتغليب اسليب الحوار في التعبير عن المطالب والانشغلات لان الحوار الهادئ والرصين هو الاسلوب الافضل والامثل الوصول الى توافق حول الموضوع وان قنوات الحوار مفتوحة وستبقى دائما مفتوحة في هذا الموضوع افتتح المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين دورته الرابعية لسنة الفين وخمسة عشر برئاسة علي الهامل نائب رئيسي المجلس وحضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلسي الامة عبدالقادر بن صالح والوزير الاول عبدالملك سلال الى جانب اعضاء الحكومة والمح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي الى امكانية مراجعة القانون العضوي 0299 من خلال اطرائه بمواد جديدة تحدد كيفية الرد السريع على الاسئلة الشفاوية والكتابية لنواب هذا ويناقش المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء في جلسة علنية مشروع القانون المعدل والمتمم للامر رقم 156-66 المؤرخ في الثامن يونيو من عام 1966 ومن المقرر ان تتواصل الاشغال الى يوم الخميس القادم في جلسة علنية تخصص لتصويت على ذات المشروع يشارك وزير الشؤون الخارجية رمطال عمامرة في اشغال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي ستفتتح اليوم الاثنين بجنافة حسب ما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية وسيشارك العمامرة حسب المصدر ذاته في الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيعقد من الثاني الى غاية الخامس مارس الجاري وسيتحدث على هامشي هذه الدورة مع عدد من نظرائه وكذا مع رؤساء وكلات اممية المتواجدة بجناف وتعد الجزائر عضوا في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان والذي يضم 47 دولة وستتولى الجزائر خلال السنة الجارية مسؤولية تنسيق المجموعة الافريقية ننتقل الى الملف الليبي حيث اوصى تقرير صادر عن لجنة خبراء بالامم المتحدة بتشكيل قوة مراقبة بحرية لمساعدة الحكومة الليبية على منع تدفق الاسلحة ووقف تصدير غير المشروع لنفط البلاد ودعا التقرير الى تجديد حظر الاسلحة الذي تطالب الحكومة الليبية بوجوب تخفيفه حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وفق لوكالة Associated Press وكانت ايطاليا اعلنت اعتزامها اجراء منورات عسكرية على السواحل الليبية مشيرة الى مخاوف تنتاب روما بشأن هجمات محتملة تشنها ميليشيات مسلحة انطلاقا من الاراضي الليبية افاد مصدر امني في محافظة صلاح الدين وسط العراق اليوم الاثنين بان قوة عسكرية عراقية تمكنت من اقتحام بوابة تكريت الجنوبية مشيرا الى انها حررت مبنى اكاديمية شرطة المحافظة واكدت قناة السومرية العراقية ان القوة باجنحتها البرية والجوية قامت بتحرير مبنى اكاديمية شرطة التابع لقيادة صلاح الدين والواقع جنوب تكريت قرب بوابتها الجنوبية يذكر ان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اعلن الاحد عن بدء العملية العسكرية لتحرير بقية محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم داعش المتطرف في اليمن اجتمع جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى اليمن مع كل من خالد بحاح رئيس الوزراء اليمني المستقيل وعبدالله الصايد وزير الخارجية في منزلهما الذين تحاصرهما عناصر مسلحة من جماعة انصار الله الحثيين وجدد بن عمر للمسؤولين المحاصرين من قبل الحثيين رفضه للإقامة الجبرية المفروضة عليهما وعلى عدد من وزراء الحكومة مشددا على ضرورة رفعها بشكل آمن وفوري وغير مشروط ولا يجب ان تكون مرتبطة بالمفاوضات الجارية على حد قوله واتفق مساعد الامين العام مع بحاح والصايد على التواصل لتبادل الرأي والمشورة حول افضل السبل لانجاح المفاوضات الحالية والابتعاد باليمن عن مربع العنف والتفكك الذي يتهدده شنت قوة الجيش المصري غارات جوية وحملات امنية برية منذ مساء الاحد وحتى الساعات الاولى من صباح الاثنين حيث استهدفت معاقلة عناصر انصار جماعة بيت المقدس في قريتي كرم القواديس والتومة جنوبي الشيخ زويد بمحافظة شمال سينا واعلنت مصادر امنية عن ان الحملات العسكرية اصفرت عن مقتل اربعة عشر ارهابيا وضبط ثمانية اخرين تابعين لهذه الجماعة متضرفة وقد دمرت الطائرات ثلاثة منازل تابعة لعناصر انصار بيت المقدس تستخدم في اجتماعات عناصره للتخطيط للعمليات الارهابية فضلا عن تدمير سيارتين وثلاث دراجات نارية قتل اكثر من ستة الاف شخص في اوكرانيا منذ بدء اعمال العنف في افرين من عام 2014 وفق حصيلة اعلنها المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة منددا بدمار هائل بحق المدنيين وبناء التحتية وجاءت هذه الحصيلة في تقرير اعلنه المفوض الاعلى الاممي زيد رعد الحسين في جناف الذي قال ان عدد القتلى المذكور وقع في اقل من سنة نتيجة المعارك الشديدة في شرق اوكرانيا واكد رعد الحسين انه من الضروري ان تحترم جميع الاطراف القرارات الواردة في اتفاقات مينسك وتوقف عمليات القصف العشوائي والاعمال الحربية الاخرى التي تسببت بوضع كارثي للمدنيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية الانسانية وكذا حقوق الانسان في دراسة جديدة تؤكد على مخاطر البذانة والتدخين على الصحة خلصت دراسة نرويجية الى ان الوزن الزائد والتدخين ربما يزدان من احتمال الاصابة بحرقة المعدة او ارتجاع المرء واشارت الدراسة الى ان العوامل الاخرى المرتبطة بزيادة احتمالات الاصابة بهذا المرض تشمل التقدم في السن لنتابع هذا التقرير قال الباحث الرئيسي في الدراسة التي نشرت في الدورية الامريكية لطب الجهاز الهضمي ان حرقة المعدة او ارتجاع حامض المعدة امر شائع للغاية اذ ان 30% من الشعوب الغربية تشكو اعراضه على الاقل بشكل اسبوعي ولهذا اردنا معرفة المزيد عن اسبابه وحلل الباحثون المشاركون بيانات نحو 30 الف شخص في مقاطعة نورد ترون لانج في النرويج واجروا مقابلات مع هؤلاء بين عامي 1995 و 1997 ثم مجددا بين عامي 2006 و 2009 ولم يكن لدى المشاركين في الدراسة اعراض حرقة المعدة في المقابلة الاولى لكن كان 510 منهم يعانون من اعراض حده لها في المقابلة الثانية مقابل 14406 اشخاص لم يعانوا منها على الاطلاق ووجد العلماء زيادة ثابتة في مخاطر الاصابة بحرقة المعدة مع وجود قدر اكبر من الوزن الزائد استنادا الى مؤشر كتلة الجسم وهو الوزن نسبة الى الطول نهاية النشرة اليكم تذكيرا بالعنوين في الجزائر افتتاح الدورة الرابعية وملف تعديل الدستور عنوان المرحلة لعمام رافي جوناف للمشاركة في اشغال مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان القوة العراقية تنجح في تحرير بوابة تكريت الجنوبية نشكر لكم طيباء المتابعة ورزغاء دمتم في رعاية الله سلام شكرا